منبدأ مشوارنا الصباحي معكم لليوم واولى فقراتنا ظروف العمل والالتزامات الأسرية غالباً ما بتشكل ضغوط نفسية كبيرة عكتير من الأشخاص مما بنعكس عمزاجهم الشعورهم بالإعياء والقلق بالشكل دائم بالأخص في هالفترة اللي بنعاني منها من أزمة اقتصادية مؤثرة على كافة مجالات مجتمعنا المدني كيف ممكن نتعامل مع الضغوطات رح نعرف بفقرتنا هادي مع ضفتنا زينب مرزو خصائية نفسية لايصب حك بالخيزة هنا سواء النور هلا كيف كان طريق لعنى؟ منيح اليوم زي ما قلتوا اليوم إضرب لكل الودارس أنا جاي من بيت لحم كمان أنا جاي من بيت لحم فاليوم كان الطريق سهل شوي ما زعلنا فيك العادي يعني بداية حابين نعرف في البداية إيش الفرق بين التوتر وبين الاكتئاب وإيش أهمية نعرف إيش اللي إش اللي بوترنا؟ هلا التوتر والاكتاب هلا قبل ما نبدأ عن التوتر أو الاكتئاب خلينا نحكي أول عن كيف إحنا يعني شو مفهوم الضغط النفسي الضغط النفسي هو عبارة عن إشي طبيعي يصير فينا يعني إشي طبيعي جدا أنه إشي طبيعي جدا أنه جسمك لما يشوف إشي مبوتر أو حدث غريب عليه ردة فعلتك ردة الفعل الطبيعية وهذا ممكن نحكي عنها أنه نعمة كبيرة الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها أنه بصير في استثارة لجهاز العصبي فينا وهذا أشي بزيد في إنتاج بعض الهرمونات مثل هرمون الأدرينانين وهذا أشي بيعطينا طاقة زيادة بالوضع الطبيعي هذا أشي كتير منيح يعني مثلا في حال أنه صار حدث أنه سيارة سريعة متوجهة نحوك التوتر اللي بصير في الجهاز العصبي بعطيك طاقة زيادة أنك يمكن تتحرك بطريقة أسرع من أنت بتتحرك فيها بطريقة بحياتك العادية ممكن يعطيك طاقة إضافية يعني إشي سوبر يصير يعني بنحكي عن الضغط النفسي أنه ممكن يكون إيجابي وممكن يكون سلبي طبعا من ناحية هو ممكن يكون إيجابي جدا يعني مثلا في فترة الإمتحانات في ناس كتير مثلا ما بيناموا طول الليل وبظلوا في عندهم طاقة لماذا صارت هاي الطاقة؟ لأنه فيه على الجهاز العصبي تبعنا فيه عنده طاقة إضافية حتى طاقة إضافية لأنه تقدر تسهري وما تنعسي وتقدر تتحملي الضغوطات اللي عليك هذا بالشكل الإيجابي بالشكل السلبي اللي هو ممكن أنه يصير اللي هو لما يصير إشي مزمن يعني أنا كل يوم بتعرض لضغط كل يوم بتعرض لضغط كل يوم بتعرض لضغط هذا الشيء يجعل جهازي العصبي يصير عنده إرهاق وهذا الإرهاق ممكن أنه يؤثر علينا أول شيء جسديا وممكن أن يؤثر علينا نفسيا واجتماعيا جسديا ممكن أنه يصير في عنا إنهاك عام في جسمنا مثلا تشعر أنك لا تستطيع توقفي لا تستطيع أن تحكي مع هذا ارتفاع فدقات القلب مرات عندما يعني هذا الشيء طبيعي؟ هذا الشيء أنا بحكي لا، أنا طلعت من الطبيعي الطبيعي أنه مرات يساعدك هذا الشيء ولكن في غير الطبيعي لما يصفي الموضوع أزمة يعني أنه مزمن يصفي شيء يومي يومي أنت كل يوم تتعرض لجرعة من الضغط كل يوم جرعة 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 فتصفي إلى مرحلة لأنه أنا مش قادرة أكمل أنا تعبانة، أنا ممكن أنه زي ما قلت لكم يصير عندنا أمراض ضغط الدم عند البعض ممكن البعض مثلا بصفي عندهم الإنهاك الشديد أنه أنا مش قادرة أتحرك، مش قادرة أروح، مش قادرة أجي مش قادرة أحكي مع حدا، ممكن يؤثر من الناحية النفسية على أنه مثلا أنا حالات الاكتئاب زي ما قلت، حالات الإحباط أجتماعيا، مثلا ما بكون أنا مش بعادتي أنه مثلا أنا بحكي تلفونات أطلع مع أصحابي، أعمل نشاطات وهكذا ممكن أنه يصير في عندي نوع من الوحدة، نوع من الإبتعاد عن الناس هاي كليات هاي شغلات بتولدها الضغط النفسي أدي مهم الشخص يكون عارف أنه يعني من بداية ما يصير عنده يعني كليات ما متعرض لضغوط نفسية يومية يعني سواء بالشغل بالبيت كيف الطريقة الأنسب الشخص يتعامل مع هاي الضغوط وكأنه يفرغها عشان يكون مثلاً تاني يوم هو جاهز لضغوط نفسية جديدة يعني هلأ، دايماً دايماً بقوله إذا عرف السبب بطل العجب، صح؟ هلأ؟ الضغوطات النفسية موجودة حوالينا في كل مكان يعني إذا إجينا نفكر شو سبب الضغوطات النفسية اللي بصير حوالينا هو ممكن إنه ما جعبوا لي كعزب الأول هاي ممكن إنه إنه تسبب لضغط إنه طلعت لي حب الصبح هاي ممكن تسبب لضغط في كتير شغلات أي إشي من حوالينا إنه ممكن تسبب ضغط علينا صحيح الفكرة هون هو كيف منستقبل هاي الضغوطات اللي حوالينا يعني مثلاً كيف ما قدمت إنتي في الأول إنه فعلاً إحنا هلأ بنعيش في فترة فيش فيها رواتب مكانت الأنروا عم بتسكر والأسرة عم بيعانوا الأسعار بتطلع في موضوع الأسرة كثير كثير أوضاع من حوالينا كثير يعني وإنتي رايحة وجاي ممكن تتعرض لأنك تقعد ساعتين وإنتي تستني في الجندي لأنه مش جاي عبالو مرأك وهكذا إحنا كل يوم نتعرض لضغطات مش طبيعية أنا ببفكر إنه إحنا أكتر شعب في الدنيا نتعرض للضغطات ضغطات محولينا في كل مكان كيف منتقبل كيف نستقبل هذا الضغط يمكن أنا هلأ أنا وياكم قاعدين هون يجي حدث مثلاً ضغط علينا كلياتنا مثلاً لا سمح الله يجيوا لنا هلأ خبر إنه يعني أي خبر إحنا يعني سيء لا سمح الله تقبل إلي إله غير تقبلك غير تقبلهم كل حدا كيف بيستقبل المعلومات أو كيف بيستقبل الأحداث المحيطة فيه هون هون الفكرة يعني مثلاً أنا بشرب بها دائماً مثل الساتيلايت الساتيلايت دائماً في حواليه محطات كثير بس كيف أنت مشفرة أو كيف أنت برمج جهازك باستقبل المحطات التي بدك إياها صحيح أو لا؟ وإحنا نفس الشيء يعني أنت بتستقبل الأوضاع الضغطة المحيطة فيك زي ما أنت نفسيتك يعني أففهم من حكيك زينب إنه إحنا نقدر نقرر أو إحنا إلنا دور وعامل أساسي كيف نستقبل الأشياء يعني حكينا أكتر عن هاي الجزء يعني كمان إحنا ننفيد المشاهدين عم بحدالنا إنه إحنا كل يوم نتعرض لهاي الضغطات وكمان بصير التفريغ ما هو بتناقل يعني مثلاً حدا بالشغل بفرض عليك ضغط نفسي فأنتي بتوح بتفرغيه بالبيت والبيت بفرغ فيه الأهل كلها سلسلة مترابطة وكيف الشخص ممكن فيه الصباح يقرر إنه لا هو بتتعامل مع الأشياء الحوالي بطريقة إيجابية صح كيف ما قلتي الضغط هو عبارة عن دائرة مفرغة يعني زي ما حكيتي إنه أنا ممكن أتعرض للضغط أروح لإبني أنقله الضغط وهكذا وهو يروح وهكذا يعني نظرنا ننقل 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 ضغط فعشان هيك لازم نفكر كيف أنا بدي أحل هاي المشكلة نحل المشكلة هي بطريقتين الطريقة الأولى أنه أنت تفكري شو السبب اللي ضغطك لأنه فيه ناس كتير مثلاً ما بكونوا عارفين شو سبب الضغط النفس اللي عندهم إياه أو أنا متضايق أو الله مش عارفة لاش لا تقضي وتفكري شو سبب الضغط اللي أنا شو سبب اللي أنا عاملي هاي المشكلة حددنا للسبب إذا بنقدر إنه إحنا نتجنب هاي المشكلة إذا أنا حاسي مثلاً إنه أنا بقدر أتجنب هاي المشكلة بتجنبها في حال إنه أنا ما بقدر أتجنبها وهي وضع وواقع علي أنا مش قادرة أتجنبها هون بصير أفكر كيف ممكن أغير ما بقدر أغير في المشكلة إذا لازم أغير في حالي زي مثلا إنتي علقتي في أزمة سير هون بصفي يعني وهذا إش عاملك أزمة كل يوم الصبح بصير تفكري في بدائل هل أنا بقدر أغير الطريق هل أنا بقدر يمكن أصحب الدرجوي كيف لو كانت الأزمة بآخر الطريق على الباب لا أنا بحكي عن إشي دائم اللي هي الأزمات المزمنة الإشي الدائم اللي كل يوم توقع فيه بديك تفكري إنه أنا يا إما بقدر أغير فيه إذا ما قدرت أغير فيه هون بدي يصفي عندي أنا أنا يا إما بتقبل هاي المشكلة يعني مثلا في مثلا حالات الوفاة هذا إشي واقع علينا أنتي ما بتقدر تغير فيه نتفهم إنه هذا إشي نحن أكيد رح نتابع كيف ممكن إنه نتعامل معه بالأخص إنه فيه يقال إنه فيه الظهور بردول هذور فتحسيني المزاج بالضغط النفسي الأطعمة بالرياضة بس عندنا اتصال هاتفي تفضل الله يصبحك بالخير السلام عليكم وصباح الخير وعليكم السلام يا أهلا مين معنا؟ جد الله نوفل من الكدس أهلا وسهلا فيكم نحيي أكيد مشاهدينا من الكدس تفضل الله يحييكي بدي أسهل الأختون أنا عندي حالة ظهرة نفسي قوية وبنفس الوقت حالة صبية دائمة أفهم بس ما سمعت أسهل أيش أسهل إيش اللي بتغلب عايش الشغلات في ظل الظروف المعيشية الظروف اللي بعيشها الشكلة إزينب بإمكانك كمان تسألي أسئلة إذا أنت حاب عفوا بس أنا معا سمعت شو الحالة اللي عندك إياها؟ هلو أيوة تفضل معلش تعالي صوتك عيدلي كمان مرة شو الحالة اللي بتعاني منهم؟ أنا بعاني من حالة أصبية أنا بشتري بالصبر ماركت حالة أصبية ديوز من الناس وضغط العمل إتي بس أنا أحب أتغلب عايش الشيء بأسهل الشيء بنصيحة 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 اللي أكون أنا متغلب عليها مهم طيب أنا متل ما فهمش من حكيك أنه أنت كتير بتتعامل مع الناس طبعا تعاملنا مع الناس ممكن يولد عنا حالة من الضغط هلو الفكرة من الموضوع أنه أنت اللي بدك تفكر شو أسباب توترك؟ هل سبب توترك هو أنت تعاملك مع الناس؟ لأنه فيه شخصيات مثلاً مش من الناس اللي يعني الشخصية هو مش من الشخصية اللي بتحب تتعامل مع الناس أو عندهم قدرة على التعامل مع الناس هون منا نفكر هل أنا بقدر أغير في عملي؟ هذا السؤال عفواً أنت رسعتك معي؟ لا هل الفكرة هون بس ممكن أكيد طبعاً إحنا نجاوبه على السؤال الفكرة هون أنه هل أنا إحنا حكينا بالأول بنا نغير في الظرف صح؟ أنت بتقدر تغير التعاملك مع الناس؟ إذا بتقدر تغير أو بتشتغل شغل يمكن ما فيه تعامل كثير مع الناس إذا كان هذا هو السبب الرئيسي لتوترك يمكن فيه أسباب ثاني يعني هو حكينا سبب واحد أنه أنا بشتغل مع الناس فإذا كان هذا السبب الرئيسي حكي أنه في ذلك الظروف أزمة وأكيد هو أيضا من الناس أكيد الظروف طبعاً علينا كلياتنا الظروف علينا كلياتنا يعني أنه العامل الاقتصادي علي وعليك 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 وعلينا كلياتنا صح فإنت بتختار إذا أنت اليوم الصبح صحيت وشغلك رح يضل كل يوم فإذا أنت قررت أنه أنت دور على نص الكاس الملان دور أنه الشغل هذا هو مصدر رزق إليك ومصدر رزق لعائلتك والناس هدول ممكن أنك تستفيد منهم في علاقات ثانية حابين في نهاية اللقاءنا معاك تحكيننا أكثر عن الرياضة وعن الأطعمة الممكنة تحسن مزاجنا أو تبعدنا على الضغط النفس وحكت لنا أن نروح نعمل يوم تمرين عشان كمان نعطي طرق عملية ممكن تكون للناس اللي عم بحضرونا هلأ بشكل عام أهم الطرق في التخلص من التوتر وضغط العصبي هو نحاول زي ما قلنا نغير في حالنا أكثر نتقبل الوضع يكون في عنا روح رياضية أكثر يكون في عنا روح مرح أكثر نضحك لأنه إحنا مرات كثير صرت بحس أنه إحنا شعب كشور لا نحب الضحك لا، إضحكوا لأن الضحك جد يساعدنا كثيرا أن نتخلص من هذا الموضوع حولوا قصص الألم اللي نمر فيها أحيانا لأشي يضحك يعني مثلاً دائماً أنا يعجبني كثير كيف الصغار أنه مرات بكون الولد الصغير يعني بقع بعيط وهكذا ما قدر ما بتشوفيه ولا هو راح لعب في مكان تاني وبلش يتحك 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 هذا شيء كثير بساعدنا يرات لو إحنا تعلمنا بالصغير أنه إحنا يصير في غلنا هذا الحب الحياة إنه ليس هذه مشكلتنا نهائية يكون يعني جوه أزمة مثلاً وخاصة أزمة الإقتصالية العام من العيش في الجميع المجتمع الفلسطيني اللي مش ما خدرات بأي من العاملين جميعاً بعيش فيها مستحيل لأنه أنا لازم أتقبل هاي الأزمة يعني لازمي يكون فيه طريقة تانية حلا، الطريقة إنه إذا أنت معرضي تتقبل الموضوع أنت مش قادرة تتغيري أنا مش قادرة أغير أنا هنا في حيط قدامي ولو إذا كنت أخبط فيه فيه أخبط فيه بالآخر أنا اللي رح أتدمره هم ش سوف يتدمر صحيح أو لا؟ فأنت صاحبت القرار إما أنك أنت تتضلك تخبط فيها الحيط وإنتي بالآخر رح تنهاري إما أنك أنت بتتقبل إنه هذا حيط إنه هذا حيط أنا بدي ألاقي طريقة إنه أتجاوزه لأنه إذا أريدك تتضلك تحكي إنه أنا في أزمة أنا في أزمة أنا في أزمة جسمك رح ينهار سيستحمل كل هذا الضغط اللي أنت بتحطيه فيه فالطريقة الوحيدة إنك أنت تتقبلي الموضوع دوري على بدائل مثل ما حكيت الأكل فيه له دور كتير كبير مثلا السمسم التوم البصل الشوكولاتة المرة الشوكولاتة الحلوية الشوكولاتة الحلوية الشوكولاتة الحلوية هي بتأثر فيه يعني بتزيد في التوتر لأنها أصلا تعطيك إطاقة زيادة شكرا معنا كمان اتصل إحنا نكمل سمعك معنا كمان اتصل نستقبل اللو صباح خير صباح نور تفضل أهلا تعرفنا على حالك ممكن؟ محمد من جينين أهلا ممكن أن أسأل الضغطة الكريمة أكيد معلش أختي داو سمعت فيه أنا عندي بصير ضغط نفسي في فترة شتارك لنفتر الصيف حيث مرضى تمرض على الصبحيات أولا ما أصحى من النوم يعني زي اليوم الصبحيات لأن زرت السلتة شو ما لك صبحت يعني مش رأيك مش مبسوط بحس في عندي يعني لقد أصحى من النوم بحس في عندي مضغوط ومربك وعندي يعني سترس شوي يعني بحس في مرض أحبت بسكتور الجوة بحبش أصبح بحبش أصبح بحبش يعني يعني بحبت بظل منعزل نوعا ممكن تسألي أسئلة إذا تحب. محمد، دعيك معنا على الخطس. محمد، الحالة التي تتعرض لها هي كثير من الناس تكون حالتهم النفسية مربوطة بالفصول. يعني مثلاً في الناس في الصيف يكون حالتهم النفسية ممتازة وبعرفوا يتحركوا وهكذا. في الشتاء تكون حالتهم النفسية شوية تميل أكثر للاكتئاب. اللي أنا بنصحك فيه أنه حاول أنك تطلع. تغير المكان. تحاول أنك تضيف شيء لحياتك. تحاول أن تلبس الألوان اللي فيها أكثر طابع صيفي. يعني مثلاً اللون الأصفر، اللون الأخضر. هذه الشغلات كلها هي ممكن تساعدك أكثر. محمد، كمان خليك معنا على الشاشة. يعني مشكلة على اتصالك. هلأ كمان زينب رح تعملنا أكثر تمارين متعلقة بالتنفس الممكن يساعد. بتشكرك على اتصالك. نتمنى كمان دلك تشوف إيش هلأ كمان زينب رح تنصحنا نصائح متعلقة بالتنفس. زينب رح تنصحنا كثيراً لأن الإنسان يكون صريحاً مع حاله. يعني كثير مرات أنه نحن عارفين أنه فيه سبب هو الذي يجعلنا التداعيات الضغط بسبب هاري المشكلة. كمان منيح أنه الشخص يقعد مع حاله. يحكي. يحكي مع حاله ممكن. وعشان أنه يقدر يواجه الأشياء اللي يدايق منه. نحن قبل شوية قلنا أنه الأهم نقطة في أنك تخرج من الضغط النفسي هو أنك أنت تحدد سبب مشكلتك. وين المشكلة تحددها؟ حاول أنك تلجأ لناس ممكن أن يساعدوك. يعني مثلاً إذا كان فيه حدا مقرب إليك في العائلة أو هكذا حاول أنك أنت تحكي معه. هذا أشيء يساعد. نظبت كثيراً في ناس عندما يحكوا برتاحه وبالأخص نفسنا. وإضافة لذلك. في أننا هناك كثير مراكز ومؤسسات فيها أخصائيين نفسيين فيها أخصائيات اجتماعية. يمكن أن يساعدوك أكثر. يعني في حال أن حسيت حالك في ضغط كبير ومش قادر تحكي. معنا نحن بس بعملنا التمرين بشكل أسرع. نحن نحن بعمل التمرين. نعمل التمرين معكم. خلينا نقطة جلسة أصحية. نحن؟ 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 نحن المشاهدين كمان لازم نحضروا حالهم المشاهدين الكرام كمان جاهزوا حالكم عشان تشتغلوا معنا نحن جاهزين المهم انه يكون فيه جلسة صحيحة على فكرة مركز ضغط العصبي دايما عنا بيكون هون ما بين الأكتاف يعني في حال انه انت حسيت حالك تعبانة او مضغوطة او هيك اول اشي بتبلش انه تتعب منه هو ما بين الأكتاف اللي هون هون في الظهن عشان نبالش في تمريننا بنا نعود جلسة نسمع الموسيقى اللي هم نسمعها هاي دايما بيكون كتير مني احنا اذا كان الجو مريح من حولينا بنسمع موسيقى هادية هذا اشي كتير بريحنا نعود جلسة مريحة نعود جلسة مريحة نعود جلسة مريحة نحاول انه نحرك الرقبة بالطريقة دائرية بنعكس الاتجاه يعني بنمشي بهذا الاتجاه شانا الحسب يشد جدا انا عم بتقطع شايفين هذا بدل انه فيه توتر 委نا بدنا نأخذ نفس للعد 4 يعني انا راح اقعد 4 بتاخدوا نفس من خار بنحبس النفس جوا فيه للعد 8 واحد ثلاث أرباح خمسة فستة سبعة تمانية بنتطلعوا من تمنا من تمنا، كمان وره هذا التمرين هو اسمه تمرين التفريغ يساعدنا على تفريغ الطاقة السلبية وإضافة لذلك هو بنقي الدم والتنفس هذا يساعدنا على إذا كان دقات القلب متسارعة التنفس متسارع وهكذا هذا يجعلنا نرجع على وضعنا الطبيعي كمان بمرة نأخذ نفس عميق نحلسه جوا لمدة ثمان ثواني ننطلعه من تمنى هذا التبنيل لو عندناه كذا مرة ثلاث مرات في اليوم هذا يساعدنا كثيرا على أنه نسترد حالتنا النفسية الجيدة في تمنيل ثاني خلينا نرجع نلمله هذا كمان تعطينا توليد طاقة جديدة يعني في حال أنك أنت حسيت حالك أن أنت تعباني ومش أدري تتحركي أو في الشي عندك طاقة كافية حلو أنك كمان أنه تعملي هذا التمرين بساعدك لتأوليد طاقة إيجابية منيحة نعملو هذا أسرع هذا بنوخد النفس زي كأنك بتشمي وردة دائماً بنحكيه شمي وردة من منخار قوي 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 بحذين طلعيها بالضبط زي كأنه بنطفي شمعه فمنوخد نفس قوي من منخار وبنطلعه ونتم شكراً لأريك كتير كنا نتمنى لو أنها اللقطة أكتر معاكي والفقرة مطولة كنا حابين نستفيد أكتر من الموضوع ونحكي عن الصحة النفسية وكيف كان نريح حالنا وإيش دور الورود والرياضة والقطعمة أكيد كمان تمردت جايزاً بنحب تكوني معنا وكمان يعني منقول للمشاهدين أنه بثمنى كمان يكونوا عند التمرين معنا ويعملوه كمان بمرات قادمة لخصة الأخصائية النفسية زينا بنرزوق نشكلك على وقتك ننتقل لفقرة بانوراما مع الزميلة سارة العدرة وراجعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة